انا مسافر السين اشتري بداع انا واخوية عايزة عرف الفلوس اللي ممكن اخدها معايا وانا خارج والفلوس اللي ممكن تكون معايا وانا داخل البلاد القوانين هات غيرت بس خليه هو ايه ان نقول اخر قانون صدر في هذه العلاقة وهو خارج من البلد الحد الاقصى ليه عشر تلاف دولار او معادلها من العملة الاجنبية تبقى لاخر قانون والمصري حد اقصى خمس تلاف جنيه دو هو خارج يعني عشر تلاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية الاخرى يعني زي اليورو زي الفرنك يعني اي حاجة من العملات ما يتجاوزها عشر تلاف دولار ولا يتجاوز خمس تلاف جنيه طب هو راجع هو راجع داخل مصر برضو عشر تلاف دولار وخمس تلاف جنيه بس القوان هنا سمح له انه يفصح عن ما يزيد عن العشر تلاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية ولكن خمس تلاف جنيه مصري بس يعني يفصح على كل ما يزيد عن عشر تلاف دولار وشرط الافصاح هنا واجب لازم لو ما افصحش وجاي يبقى اكثر من عشر تلاف دولار مشكلة يبقى مهرب لازم يفصح وهو جاي وهو خارج من بلد ما فيش افصاح هو حد اكثر عشر تلاف دولار شان الناس بس بيحصل عندها لبس في الكلام دي